عودة للشأن المغربي حيث توقع مدرية الأرصاد الجوية العامة أن تهم زخات رعدية محلياً قوية يومه الخميس وغداً الجمعة عدداً من عملات وأقاليم المملكة وأوضحت المدرية في نشرة إنذارية من مستوى يقضى برتقالي أن زخات رعدية محلياً قوية ستهم أقاليم فحص أنجرة والمضيق الفنيدق وذلك بداءً من اليوم الخميس من الساعة الثانية إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال كما ستهم هذه الزخات أقاليم أسازاك واسمارة وغلميم وطنطان ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالاً وإلى غاية الجمعة على الساعة التاسعة صباحاً وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محلياً بتساقط البرد وهبات رياح قوية بداءً من يوم الخميس بحول الله ستعرف في الحالة الجوية العامة تغيير النتيجة الاقتراب منخفض بجنوب البلاد مع زخات رعدية معتدلة إلى قوية تبلغ من 30 إلى 50 مم بجنوب البلاد خصوصاً مناطق السازاك، سمارة، غلميم، طنطان كذلك بعد الزخات الرعدية ستهم كذلك مناطق يوم الخميس يوم مناطق خفحصان جراء مضيق ومناطق فنيدق بحول الله كما ستعرف في الحالة الجوية العامة أنطار كذلك يوم الجمعة بجنوب البلاد وستهم كذلك مناطق الوسطى للبلاد المناطق الجنوبية الشرقية ومرتفعات الأطلس وستهم كذلك هذه الأمطار ابتداء من زوال يوم الجمعة إلى الليلة الجمعة يوم السبت المناطق الشمالية البلاد مع انخفاض في درجات الحرارة في مجموع ربوع المملكة بحول الله ترجمة نانسي قنقر